السلام عليكم ازايكم الحلقة دي حلقة مختلفة يا ترنامي لان الاول مرة يجينا دعوة ان احنا نغطي حدث وان احنا نغطي طيارة المساعدات الامريكية اللي وصلت مطار العريش على رأسها سامانتا باور رئيسة برنامج اليو اس ايد او برنامج المعونة الامريكية وهي الرحلة دي كان فيها تفاصيل كتير قوي لازم تعرفها لان ما كانش فقط موجود سامانتا باور ده كماجة موجودة السفيرة الامريكية لمصر اللي بتقوم باول زيارة تقريبا خارج السفارة الامريكية للعريش والستيكاب موجودة ولأول مرة شوفها على حقيقة في نفس الوقت انا شفت حاجة كتير قوي داخل الطيارة ولقيت اجابات على حاجات انا مش فاهمها زي ايه مثلا راك عارف دلوقتي اسرائيل قفلى معبر رفع ففي كم من العربيات غير طبيعي واقف على طول طريق لمعبر رفع مين بقى اللي بيحاسم سوئين دول دي حاجة لا مكنش فاهمها تاني حاجة طريقة تفتيش المساعدات بتنمي ازاي؟ وهل فيه مسلا اسلوب معين لان اسرائيل تفتش المساعدات دي لان اسرائيل عاوز تقولك ايه تقولك افيش مساعدات تخش لقيلها هتروح لحماس فلازم نشوف المساعدات ونفتشها بطريقة معينة عشان نضمن ان المساعدات دي مش هتساعد حماس في حال بتاعتها ده حاجة حاجة تانية كان فيه مقالة نازلة النهاردة المقالة دي بتتكلم على الخلافات اللي بين اللي ضرق امريكية واسرائيل في قطاع غزة وايه اللي امريكا رفضها في قطاع غزة واسرائيل ممكن تكون ماشية فيه وده مش راضي امريكا ايه حاجة تانية ان النهاردة الصبح حصل خبر مهام جدا ان الكونجرس في امريكا رفض ارسال مساعدات العسكرية اللي طلبها البيت لابينة لاسرائيل اللي تقدر 14.5 مليار دولار مساعدات عسكرية الكونجرس رفضها وده اول مرة تحصل في التاريخ انا اول مرة اشوف او مساعدات او اي حاجة فيها اسم اسرائيل من اول مرة الكونجرس بيعمل الكلاب على تسرائيل اخبكت فيها اخبار مهنة جدا لازم تعرفها لان الحلقة دي مختلف عن اي حلقة تانية شنورك عليها وكشف لك تفاصيلها لازم اقولك الكصة من الاول الليلة ايلة حزنة لتاريخ مجلس الشيوخ ولبلدنا لقد نجح الجمهورينا في عرقلة اقتراحها من جدا لإحسان المساعدات الى اوكرانيا واسرائيل بسكان غزة ومنطقة الكلمدية الهادئة قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا ولكن احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باترهاوس انتهت من بناء الكمباوند الخاص بيها في العصمة الادرية وزي ما انت شايف كده الصور قدامك والفيديوهات الكمباوند تم من انتهاء منه ومن انشاؤه كليا عشان كده الشركة حطت شعار للمرحلة دي عندهم وهي التنفيذ سيد الموقف وكمان الشركة عاملة عروض قوية جدا على منتجع فيدالة الشركة انتهت كمان من انشاء المنتجع ده بنسبة تفوق التمانين في المية منه المنتجع مبني على تمنتاشر في المية فقط من مساحته اللي بتبلغ ستة وخمسين فادات وبقى المساحة خدمات ولانسكيب وبحيرات وحمامات سباحة وخدمات بقى زي ما انت عاوز وعاوز اقول لك ان عندهم فيلات مميزة جدا متشطبة بالكامل على التراز العربي الاسباني وفيه كمان شليهات مختلفة تبدأ من كمسة وستين متر وعندهم كل المساحات لو انت عاوز الجديد ان انت تقدر تمتلك وحدات بمقدم 10 في المية فقط وتقسيط حتى ست سنوات او مقدم 15 في المية وتقسيط على سبع سنين وتاني احب اطمنك ان نسبة بناء المنتجع وسط فوق 80 في المية هسيب لحضراتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل مع باترهاوس شركة محترمة جدا والصور هسيب لحضر الدليل نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة احتسمعه في ما يخص حرب جزة ومساعدات الامريكية الحياة اه الدعوة جاتلنا ان احنا ممكن نشوف او نغطي قدوم طيارة المساعدات الامريكية اللي احتصل لمطار العريش والحياة انا الاول مرة اروح مطار العريش خلي بالك اه الرحلة كانت شكة جدا ست ساعات اه حاجة مش سهلة اتحرقت اه في حدود اربعة الصبح وصلنا هناك 11 تقليل حياة كده فرحلة شكة جدا والحياة ان وانا رايح مطار العريش شفت حياة غريبة قوي شفت عربيات شايلة مساعدات لقطاع جزة انت بتخيل عرف العربيات دي مفروض عند معبر رفع شفتها عند مطار العريش مفهمتش ليه ليه في عربيات عند مطار العريش تحمل مساعدات خلي بقى كل ده خارج المطار او ما دخلت المطار ممنوع تصور يا باشا ليه مطار العريش فيه شك مدني وشك عسكري فخلي بقى لك الجيش هناك قافل الدنيا خالص حتى المراسلين او الصحفيين اللي كانوا بيغطوا الحدث زينا يعني كان ممنوع عليهم ان هما يبسوا اي حاجة لازم الجيش يراجع كل ده لان ده مطار عسكري الموضوع هناك حساس جدا طيب اول ما وصلنا بدلنا عديد مستنين لحد ما جات طيارة خاصة تحمل مين تحمل السفيرة الامريكية السفيرة الامريكية اللي اسمها هيرو مصطفى جارك استيتي دي من اصل كردي عشان كده هتلاقي اسمها اسم شوية كده مش امريكي هيرو مصطفى جارك لازم تعرفين دي اول زيارة رسمية تقوم بيها لان هي رسا جاية في شهر نوفمبر الماضي فاول مرة سفيرة الامريكية تقوم بزيارة المطار العريش وتتفقد الاوضاع هناك وبدلنا عديد مستنين لحد ما وصلت طيارة العسكرية من طراز سي سيفنتين ودي طيارة اول مرة شوفة طيارة اجت نزلت منها سامانثا فاور هي رئيسة برنامج اليو اس ايد his aid ده برنامج المعونة الامريكي او مساعدات الامريكي المساعدات انسانية مش هسكرية his aid مساعدات انسانية his aid ده ده يأسسها جون كاندي او تأسست في عهد الرئيس الراحل جون كاندي أسست 1961 ويقدر المنزانية بتاعة his aid باكتر من 27 مليار دولار المنزانية ضخمة جدا في نفس الوقت لازم تعرف ان في عشر تلاف عامل بيشتغلوا في برنامج اليو اس ايد ده المساعدات انسانية طيب اليو اس ايد مهمته ايه؟ مهمته ان هو يساعد البلدان الصديقة او يساعد الدول اللي عندها مشكلة او يرسل مساعدات انسانية للدول اللي فيها حروب عشان يمنع الكوارث الانسانية او يحاول يساعد في مناعها برنامج مهم من امريكا والبرنامج ده بقى له كتير جدا شجال وبرنامج على فكرة مش اي حد يرقص البرنامج ده طيب مش معنى سامانتا باور هي اللي بترقص برنامج اليو اس ايد مين اصلا سامانتا باور؟ بقص سامانتا باور هي اصلا كانت صحفية في الاول قانص بتاعت تاريخها انها صحفية بتكتب وبعد كده اشتغلت مراسلة حربية وغطت حرب يغوسلاف بعد كده بتاعت ترتقي في المجال السياسي والديبلوماسي في امريكا لحد ما بقت مستشارة لباراك اوباما اي شغالة من ايام ادارة باراك اوباما ومنصفها رفيعة سامانتا باور تم اسناد لها رئاسة برنامج المعونة الامريكية من رئيس امريكي جو بايدن ومن ساعتها هي مسكها برنامج ده وبتشرف على المساعدات الانسانية اللي راح من امريكا لدول العالم مع النتا والحقيقة سامانتا باور او موصلت الصحفين طبعا راحوا حاولوا ان هم ياخدوا منها اي تصريح رفضت انها تتكلم خاص قالت انها هتجاوب في المؤتمر الصحف بس كان حصلت زحمة او انا مكنتش تفاهم جدا سامانتا باور او وصلت فضلت قاعدة شوية في مطار العريش وبعد كده اتحركت لمخزن المساعدات اللي موجود في العريش انا اول مرة اسمع القصة دي بقى ايه مخزن المساعدات بص دلوقتي مصر عاملة زي مخزن لان المساعدات بتادي تبقى كتير قوي وقفة فمصر عاملة مخزن كده جنب مطار العريش فيه مساعدات كتيرة اللي هي ما ينفعش انها تفضل على العربيات مخزنانها في المخزن ده زي مثلا ادوية زي مثلا اكل طعام حاجات كده ما ينفعش تفضل موجودة على العربيات المخزن ده فجئت ان هو مخزن ضغط مش مخزن قليل ته مخزن ضغط والحقيقة سامانتا باور هي والسفير الامريكية راحوا المخزن وزاروا العاملين هناك والحقيقة ان في لقطتين انا وقفت عندهم قطتين مهمين جدا اولا سامانتا باور سألت سؤال بيجي في المال هي العربيات كلها اللي وقفة دي كلها خلي بالك سامانتا باور اللي لسه موجودة في العريش مراحتش رفع مش شافتش العربيات اللي وقفة عند رفع تسأل العربيات اللي وقفة دي كلها مين بيحاسب السوائين بتوعها حقيقة جت لها الاجابة ان الهلال الاحمر المصري هو اللي بيحاسب وبيدي اجر السوائين وتمن الشحنات والكلام ده كله انا بيقولش حالك المساعدات خلي بالك الدول اللي بترسل مساعدات على متن طائرات المساعدات دي بتتفرغ وبتنزل على عربيات نقل خد بالك ان الدول لما بترسل مساعدات بترسل مساعدات بكميات ضخمة يعني الدول بترسل بالاطمام يعني مثلا وانا هناك شوفت طائرة عراقية برضو عسكرية جايبة مساعدات فالمساعدات دي بتنزل على عربيات وخلي بالك كم من العربيات اللي وقف خطير جدا كبير فده سؤال ست سألت ومين بقى اللي بيحاسب الناس دي قالك الهلال الأحمر المصري هو اللي بيطع كل التمن ده كله بتاع العربيات عاماتي ميش تانية حاجة سمانت باور وهي بتتفقد المغزم بتاع المساعدات سألت برضو هيا ليه المساعدات بمتقسمة كده يعني ليه المساعدات مش كلها على بعض طعام وغزاء ودواء يبقوا في شحنة واحدة المفاجأة كانت في الرد قالوا لها لا أصل إسرائيل منع نهيت لك الشحنة يبقى فيها يا أكل يا مية يا دواء يا وقوم كل عربية ما ينفعش تشيل حاجات مختلطة قالك إسرائيل بترفضها إسرائيل بتفتش الحاجات دي إزاي قالك العربيات بتروح لمعبر العوجة ومعبر العوجة هناك الصهاينة بيشرفوا على العربيات وبعد كده تطلع من معبر العوجة تخش من معبر رفح خلاص سمانت باور بعد ما خلصت زيارتها هيا وسفير الأمريكية لمهزن المساعدات سمانت باور رجعت لمطار العريش عشان الست كانت المفروض هتستقل برضو طيارة خلي بالك هي برضو قعدت كام ساعة بس ومشت ففي مؤتمر الصحفي ده أنا كنت تاني واحد بيسأل سمانت باور لأن القبلية كان مراسل سي بي أس الرجل محترم كان بيسأل سؤال مهم جدا وأنا جيت بعدي وبعدية كان قناة العربية بس أنا سألت سمانت باور قلت لها أنت دلوقتي جيتي على متن طيارة شاي لمساعدات حال دي رسالة مختلفة أمريكا عاستبعاتها لإسرائيل لأن المرة دي رئيسة المعونة الأمريكية جاية بتشرف على نفسها على المساعدات بحيتي أكيد حاجة مختلفة ما حصلتش من أول حرب فهل معنى كده إن ده مثلا ضمانة من أمريكا مساعدت دي هتخش هل معنى كده إن أمريكا بتضغط على إسرائيل لإرسال المساعدات فعشان كده بعت رئيسة المعونة الأمريكية بص مدتنيش إجابة عشان بس أبقى صريح معك الست حاجتلي القصة من أول لآخر هم مدتنيش إجابة ما عرفش أخو منها أي حاجة خلي بالك أنت ليك سؤال واحد بس أنا ما خدش أي حاجة بس بيني وبينك هي رسالة حتى لو هي رفضت أنها تقول هي رسالة هتيجي تقول لي عمش رسالة إيه هي سامنة باوروية جاية هتمس الرسالة هقول لك آه الرسالة لسبب بسيط قوي خد بالك إن النهاردة تم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لزيادة دخول الوقود اللي داخل بتاع غزة وده عمل مشكلة جديدة جدا داخل الحكومة الإسرائيلية لأن وزير الأمن الداخلي السهيوني اعترض على موضوع إدخال الوقود وقال الوقود ده حيروح لحماس وفي نفس الوقت وزير المالية السهيوني برضو اعترض بس برغم كده موضوع إدخال الوقود ده جاي من أمريكا الأمريكان هم اللي بيضغطوا على إسرائيل عشان تدخل الوقود لداخل قطاع غزة بشكل أكبر ووافق المجلس بالأغلبية على زيادة كمية الوقود من ستين ألف لتر إلى مائة وعشرين ألفا ذلك رغم أن الطلب الأمريكي نص على إدخال كمية لا تقل عن مائة وثمانين ألف لتر بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية طيب هل إسرائيل لما وفقت على وقود أزياد ده كافي لقطاع غزة؟ لا مش كافي بس تاني أنا بقولك فيه تغير أنا براهن على حاجة واحدة بس إن الوقت مش بصالح إسرائيل وإن الوقت حيكون أكتر ضد إسرائيل ليه؟ أقول لك ليه؟ أولا لازم تعرف أن الست الأول مرة بتتكلم على أطفال الفلسطينيين لأول مرة بتتكلم على أزمة إنسانية على حدود معبر رفع لأول مرة ألاقي رئيسة المعاونة الأمريكية جاي بتتكلم على المعاناة بتاعتشاف الفلسطيني في قطاع غزة ودي حاجة مختلفة وتاني ارجع هنا لمقالة نيويورك تايمز اللي قالت إمتى الشيكات اللي على بياض اللي مضيها جو بايدن لإسرائيل هترتد؟ معنى كده إن صبر الإدارة الأمريكية بتدع ينفذ لجاه التعامل الإسرائيلي مع قطاع غزة أو ده اللي بتحاول تمهد لي مقالة نيويورك تايمز اللي قالت إن جو بايدن سمح لمسؤولي الإدارة الأمريكية إن هم يتكلموا وينتقدوا إسرائيل هو بينتقدش إسرائيل بس وبتقدت تتكلم على إن المساعدات الأمريكية هتزيد وإن المساعدات الأمريكية هتفضل موجودة ودي طيارة من ضمن الطيارات اللي جات وخلي بالك دي مش أول طيارة ترسلها أمريكا من المساعدات الأمريكية من 18 أكتوبر في مساعدات أمريكية بيتم إرسالها لقطاع غزة أمريكا بعتت مساعدات أمريكية قد إيه لقطاع غزة بص الأول كانوا حطين مئة مليار دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة بس الشحنة اللي جاية جديد اللي على رأسها سامانتة باور هي شحنة جديدة تخطى 100 مليون دولار اللي أقرها جو بايدن لأنهم أقروا كمان 21 مليون دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة فأنت بتتكلم على قرب 121 مليون دولار مساعدات إنسانية أنا من وجهة نظري اللي حصل ده مهم جدا إن يثبت إن أمريكا مش على نفس الصفحة مع إسرائيل فيما يخص على قل على قل اللي بيحصل قرب الحدود المصرية عند معبر رفع ليه؟ أولا خلي بالك إن أصوات الإدارة الأمريكية تتبع أعلى من الأول يعني عندك وزير دفاع الأمريكي اللي طلع انتقد الإدارة الإسرائيلية وقال على فكرة إسرائيل ممكن تخسر استراتيجيا لو ما حفظتش على أرواح الأبرياء أو أرواح المدنيين في نفس الوقت أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي طلع برضو انتقد وقال إحنا مش موافقين على تهجير أهلي غزة ومش موافقين على إقامة منطقة عزلة خلي بالك إن بارح أمريكا قالت إنها هتعترض على أي منطقة عزلة هتقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة تاني حاجة أمريكا اعترضت على إنشاء أي مستوطنات داخل قطاع غزة وده أكيد حاجات إسرائيل مش عاش شوفها أكيد إسرائيل عاوز تسمع فقط الموافقة الأمريكية مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده Wall Street Journal Wall Street Journal بتوضح إن المرحلة بتاعة شمال غزة حاجة ومرحلة بتاعة جنوب غزة إن إسرائيل تشتغل فيها بريا حاجة تانية وإن ده حيزيد الخلافات جامد جدا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل ليه؟ لأن انت بتشتغل في منطقة دقيقة جدا وإنت أصلا ما قلتش هل هتفضل شغال عند خان يونس ولا هتنتقل لرفح وهنا خطورة خلي بقى لك إسرائيل مش واضحة هتشتغل في رفح ولا بس هم عميين يسموا إن هم بينتقلوا من مرحلة لمرحلة يعني دلوقتي بيقولك إحنا في المرحلة الثالثة مرحلة طب مرحلة الرابعة هتبقى فين؟ في رفح؟ ما هي لو في رفح الناس دي هتخش سيناء خلاص؟ والنهار ده عاوز أقول ليك فيديو لفلسطيني وعفكرة الفيديو ده بسه إني كوهيد بص قال لك بص على الفلسطينيين ابتدوا يقولوا إن هم هيخشوا مصر إزاي زي بحركة تسمع كده بزرع فلأول مرة تشوف فيديو الفلسطينيين بيقولك هنخش مصر وإحنا عاوزين نخش مصر فالمساعدات دي مساعدات مهمة جدا بس مهمة لإيه؟ مهمة إن أمريكا عاوز تنشئ مستشفى ميداني أو ده اللي نزل على موقع وزارة الكارجية الأمريكية إن أمريكا عاوز تنشئ مستشفى ميداني داخل قطاع غزة عشان تعالج الفلسطينيين حلو فين؟ ما قالوش طب مستشفى ميداني ده كبير ولا صغير؟ ما قالوش طب ياستوعب قد إيه؟ برضو ما قالوش أي حال هم قالوا عندهم نية بس واضح جدا إن أمريكا مش عارفة بالضبط الحرب راح فين بص أدم هم عاوزين يعملوا حاجة داخل قطاع غزة ومش عارفين هي فين؟ أو مش عارفين ينشئوا المستشفى ميداني دي فين؟ معنا كده إن فيه خلافات بين أمريكا وإسرائيل تيجي دولة على فكرة إن فيش خلافات أو على حاجة الناس سامنة على عسل والاتنين مع بعض بص هقول لك حاجة مهمة جدا مبارح الكونغرس في أمريكا رفض إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل أنا بالنسبة لي دانت كلام ليه؟ إسرائيل حاليا فحاجة مسة للمساعدات العسكرية بأي شكل لإن إسرائيل بتتكلم إن الحرب دي هقل حاجة أوقع الجدول الزمن اللي هم حطوه قالك شهر إحنا عوزين شهر عشان نرجع لتفاوض مع حماس حوالين رهاء ما قالش شهر عشان ينهي الحرب قالك بس عشان نرجع لتفاوض طيب الشهر ده لو أنت بتلقي يوميا طن متفجرات على قطاع غزة إنت بتتكلم إن ده إنت عاوز كمية تسليح جير طبعي فالمساعدات دي هامة جدا وإلا ما كانش بيطلقي اقتلبها من الكونرس طيب ليه؟ المساعدات ما ممرتش بص حصل تصويت مبارح في مجلس النواب الأمريكي والموافقة على برنامج المساعدات كان 49 نائب صواته بالموافقة و51 نائب صواته بالرفض أول مرة شوفه نواب في أمريكا يرفضوا إرسال مساعدات الليلة قلة حزنة لتاريخ مجلس الشيوخ ولبلدنا لقد نجح الجمهوريون في عرقلة اقتراحها من جدا لإرسال المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وسكان غزة ومنطقة الهندي الهادئ حلو هتيجي دولة تم فيه 51 نائب صواته بالموافقة هقولك لأ هم محتاجين 60 صواته بالموافقة ف49 و51 معنى كده إن ما حصلوش حلقة أخلابية معنى كده إن تم ربض مشروع القانون لأن انت عندك عائد النواب في كونجرس الأمريكي 100 نائب فأنت كده محتاج 60 صوت وده ما حصلش معنى كده إن القانون محداش معنى كده مساعدات العسكرية مشروحة إسرائيل معنى كده إن فيه مشكلة في الأيام القادمة طيب ليه حصل ربض من المساعدات لإسرائيل هي أكتر سلاح محدش كانو أخذ بالو منه صور الأطفال صور الأطفال عملت مشكلة داخل مجلس النواب لدرجة إن بيرني ساندرز على فكرة بيرني ساندرز ده رجل كبير في مجلس النواب بيرني ساندرز يهودي قال ايه؟ قال لا اصول عربية لا ده بيرني ساندرز. على فكرة بيرني ساندرز هو مش ديمقراطي. هو مستقل وبيصوت مع الديمقراطيين. طلع اعترد على بيحصل. قال لك وش هماشي القرون. وبيرني ساندرز ده مثال للمستقلين او الطيار اللي رافض لحرب اسرائيل على قطاع غز داخل الحزب الديمقراطي. طبعا الجمهورين عرقالوا القانون لان الاساب بسيط جدا. الجمهورين مش عايزين يرسلوا اي مساعدات. لا لا اوكرانيا ولا اسرائيل. وعاوزيني فلوس لبناء سياج حدودي في الحدود الجنوبية. لان الجمهورين في مجلس النواب مصرين ان اللي بيحصل عند الحدود الجنوبية الامريكية ده غير مقبول. ويجب ان يحصل هناك بناء سياج حدودي لمنع تدفق المهاجرين. فانا بالنسبة لي دي سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الامريكية الاسرائيلية من اسرائيل تكون بتحارب والكونجرس يرفض رسال مساعدات. بالاخر يا رابب اكون شاحت حضارك المطار بشكل مبسط. ودي كتر حلاتنا المطار العريش مطار افتخر ان انا روحته ومطار افتخر ان هو مصري. والاول مرة اعمل تغطية صحفية يا رب بتكون عاجبتك ويا رب اكون عرفت ان لك الصورة بالضبط اللي انا شفتها هناك. رب بنصر مصر وبنصر العرب. ورب بنصر فلسطين يا رب. تحية مصر. سلام. اشتركوا في القناة موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين